السلام عليكم مزوان عن عروض البرامج فنحاول حاولنا نرجع المهم العروض رح تكون للآيو اس اللي هو الآيباد والآيفون إذا البرنامج بس متوفر على الآيباد رح يقول لكم الفيديو أنه متوفر للآيباد وأتمنى كل شخص يحمل الفيديو حتى لو ما تحتاجه أضغط على التحميل إذا كان مكتوب get أو تنزيل أضغط عليه وبس يبدأ يحمل وقفه إذا كنت متى بيئة الآن وما عندك مثلا بيانات كافية وقفه إذا كده وقفت وطلع عندك cloud بدأ للget أو التنزيل معناته كده خلاص صار في حسابك هذا البرنامج وتجدر تحمله أي وقت تبينت بعدين في المستقبل لأنه أبستور حسابك توقع أنك ممكن مشاركة مع شخص ثانين برضو وحسابك هذا هو من السنوات اللي راحت وفي المستقبل إن شاء الله يكون نفس حسابك ففي المستقبل يمكن تحتاج هذا البرنامج تقدر تجاه تحمله حتى لو البرنامج تصار بفلوس لأن العروض اللي راح أقول لكم إيها الآن في وقت عمل هذا الفيديو البرامج البرامج مجانية لكن ما أضمن لك بعد 24 ساعة أو بعد 3 ساعة 4 ساعات ما ترجع البرامج بفلوس بعض البرامج راح ترجع بفلوس بعض البرامج ما راح ترجع بفلوس فأتمنى أي شخص شو الفيديو يحمل البرامج على طول في وقت مشاهدة الفيديو نفسه في سناب شات راح يكونون في كل سنابة رابط لحق تحميل الفيديو نفسه يضغط على السنابة نفسه اللينك ويحمل البرنامج رابط لحميل الفيديو وتحميل البرامج نفسه وفي اليوتيوب لأن الفيديو هذا راح يكون برضو في اليوتيوب في اليوتيوب راح يكون تحت في الوصف فنبدأ أول فيديو عروض البرامج في 2023 فخلونا نبدأ الآن الاستعراض راح يكون على الآيباد بسبب أن الشاشة أكبر لكن البرنامج ستكون على الآيفون موجودة دعونا نبدأ أول برنامج هذا البرنامج ميزة البرنامج هذا أن يكون كيبورد وماوس للماك عندك فما يحتاج يكون عندك كيبورد وماوس للماك إذا كان عندك مثلا لابتوب وبعيد عنك تقدر تخلي الآيفون والكيبورد والماوس أو تخلي الآيباد الكيبورد والماوس قيمة البرنامج كانت 99 دولار الآن مجاني لفترة والبرنامج سيكون متوفر للآيباد والآيفون مثل ما نرى وضع البي سي برضو سيكون كيبورد كامل وفيه برضو الإيموجي فايرلس كيبورد كامل مع التركباد وماوس هنا كاملة لحق الجهاز كالكمبيوتر هذه اللعبة جمتها بدولارين وتسعة وتسين سنت الآن مجانية للفترة اللعبة تختار اللون اللي تبي تحدثها من هنا مثل ما نرى في الحذف لعبة مهم انها كانت بدولارين شوي عرف المبرمج ان ماحد راح يشتريها فخلها مجاني يمكن الفترة يمكن تجعب الفلوس بعد فترة يمكن ما ترجع لكن هذه اللعبة وهذه ميزتها الأشخاص اللي يحبون الألعاب من ذي النوع فهذه اللعبة من النوع هذه اللي يحبون ذي اللعاب قيمتها كانت بدولارين وتسعة وتسين سنت الآن مجاني للفترة والرابط موجود عندكم وتوفر مثل ما قد لكم من الآيفون والعباد وهذه اللعبة انكرادبل بوكس كانت قيمتها بسبعة دولار بستة دولار وتسعة وتسين سنت الآن مجاني للفترة عليك انك تخلي البوكس على المكان اللي يكتب لك إياه هنا فانتو حظك انا حسنا تنرفز اللعبة لكن المهم هذه اللعبة تقلب البوكس هذا ويقول لك في المكان اللي بك تحطه فيه مثل ما نشوف هنا وهذا البوكس اللي راح تحركه يقول لك حطه هنا هذه اللعبة للأطفال بتعلمهم الأرقام والحروف مثل ما نشوف فاللعبة كانت بدولار الآن مجاني للفترة وهذا برنامج للصوتيات أشخاص الديجي والأشياء هذي إفكتات راح تقدر تحط من نفس الصوت هذا أو من نفس البرنامج هذا وهذا نوع الصوت واللي موجودين هنا في البرنامج برنامج كان قيمة تقريباً دولارين الآن مجاني للفترة برنامج سكان ما عندنا مدري ليش الى الان البرامج ذي متوفرة خلاص برنامج النوت اللي في الجوال الايفون فيه خيار البلس اللي تحت الغطالة وتسوي سكان وتحول الورقة اللي عندك الى بي دي اف لكن الى الان موجود عندك هذا البرنامج فهذا بالكاميرا تقدر تسوي سكان يعني فيه ميزات ثانية ممكن باسورد برضو برنامج نحلات في باسورد لكن هذا هو تقدر تجمع هنالسكانز حقين كلهم فولدرات ممكن فهذا البرنامج وهذه الاشياء اللي يقدر يسويها وبرنامج تقريباً كان بدولارين وصار مجاني لفترة الان مدرب للغولف قيمة البرنامج بثمانية دولار كان سبعة دولار وتسعة وتسين سنت البرنامج متوفر للآيفون الان مجاني لفترة مثل ما نشوف فهذا هو البرنامج وكل شيء مش داخل تحت الجيمز محظوظ تحت السبورتس لكن مدري بمعنى يعني مدرب راح يكون كذا فهذا هو البرنامج والاشخاص اللي يبقون يتعلمون للغولف برنامج مجاني لفترة الى مثل ما نشوف شهر بس راح يكون مجاني هذا البرنامج يعطيك احلياثيات الصورة نفسها اذا كانت داخل احلياثيات الصورة تقدر يكون يعني مثل ما نشوف لحق المكان التغاط الصورة تعرف مكان التغاط الصورة البرنامج كان بدولارين الان مجاني لفترة وفي خيار شراء داخل البرنامج يعني في مثل ما نقول ميزات داخل البرنامج لازم تشتريها اذا كنت بي وتقدر تجربة انتو تشوف هنا برنامج تكبير او مكبرة فيها فلاش برضو كانت 99 سنت الان مجاني لفترة اذا كنت تحتاج الاشياء مثل الكاميرا وتكبر الاشياء مثل ما نشوف او اذا عندك مقال تقدر تكبره وتشوف مدري بعض البرامج مدري ليش مبرمجين سوينها لكن هذا برنامج مجاني لفترة برنامج للمشتريات تشوف يعني الاشياء اللي دفعتها في الشهر وكم تقدر تسجل الاشياء اللي يعني صرفتها يعطيك بعدين مثل ما نشوف بالغراف وكل شيء كم دفع الحق الرنت حقك وكم تصرفت على الاكل وكم تصرفت على السوبر ماركت والشياء كل اللي هنا موجودة مثل ما نشوف يعطيك الصرفيات حقتك كلها عشان تتبع صرفياتك او تتابع صرفياتك برنامج بدولار الآن مجاني لفترة على الايفون والايباد آسف مش بدولار كان بدولار و تسعة و تسين سنت يعني بدولارين الآن مجاني لفترة برنامج الاشخاص يمكن اللي عندهم بيزنز او الاشخاص اللي بيسافرون يبقون يحسبون كم الصرفية من منطقة لمنطقة لحق القاز القازولين او لحق البنزين يقدر يحط بس مدري هل يشتغل في دول الخليج ولا بس في امريكا هنا لكن هذا ميزة البرنامج برنامج كان قيمتها بربعة دولار و تسعة و تسين سنت الآن مجاني لفترة لكن مثل ما قلت اكون مادري هل تشتغل في دول الخليج برضو او لا محطوط الايرس مادري تجربونه و تشوفون هذا ميزة البرنامج تقدر تشوف المالج حقك كامل وتقدر ترسله بالإيميل برضو لحق الشخاص عشان يشوفون الصرفية حقتك اذا كنت مثلا موظفين للشركة و يرسلون التقرير او الصرفيات حقينهم فبقي طريقة تقدر تسويها برنامج لاشياء اللي بتسويها تقدر تحطها هنا طبعا البرنامج شوي داخل على الأشياء دي فحطلك الأشياء هنا وتقدر تقسمها لحق الأشياء مثلا اللي لازم تسويها مهمة بوسط مش مهمة وتحط الشي اللي تبيه وتحط برضو اللوكيشن حقها وين موجود عشان تقدر تروح للسيارة مثل ما نشوف هنا والوقت وكل شي على حسب اللست نفسها فتقسيمة يعني حلوة هذا هو البرنامج مجاني فترة قيمة البرنامج كانت تسعة وتسين سنت الآن مجاني فترة برنامج تدريب اسمه سفن مينت تيفي ووركاوت البرنامج كانت قيمة تدريبة من دولارين الآن مجاني فترة فيعطيك الأشياء اللي تسويها ويعطيك طريقة التمرين و تقدر تشو الكالندر عندك هنا وش الأشياء اللي تبيت تسويها كل يوم باليومية والبرنامج تقريبا القول حقا سبع دقائق تسوي ذلك فالبرنامج مجاني فترة متوفر على الآيفون والآيباد وأبل تيفي إذا كان عندك أبل تيفي تقدر تحطه بس في أبل تيفي إذا ما نشوف فهذا الشكل حق الآيباد فوق هذا الشكل الآيفون وهذا الشكل الآبل تيفي برنامج سعدينا الصور كان قيمتها بدولار و تسعة وتسين سنت الآن مجاني فترة إذا ما نشوف طريقة تحديل الصور في البرنامج نفسه تحت تأثيرات على الصور برنامج متوفر طبعا على الآيفون لازم كبرنامج الصور والآيباد برضو الأشخاص اللي يحبون دين نوعية من الألعاب لعبة هذي مجاني لفترة اللعبة تقريبا كانت تسين سنت الآن فري إذا ما نشوف عرض محدود راح ترجع بفلوس برنامج أنا استخدم دين نوعين برنامج لتقريبا أكثر من أربع سنوات الحلو في أن يتحط تاريخ معين لحق وقت معين ويكتب لك إياه بالدقائق بالأيام كم باقي على يجي هذا الموعد وإذا طاف هذا الموعد يخلص يعطيك إياه ذكرة في المستقبل إن مر على هذا الشي مئة يوم ثلاثمئة يوم تقدر تحط رحلة لك تقدر تحط شخص راح يزورك تكتب ذلك فحلو ذي الحركة برنامج مجاني لترى نتوفر على الآيفون والآيباد والماك وبرضو اي ميسج في استيكارات تقدر ترسله لحق الشخص يعني مثلا إذا كنت انتظر شخص أو سفر مع شخص راح تسافر تقدر ترسله في الاي ميسج لنستقبل إنه باقي مثلا واحد وسبعين يوم على ذا الشي واحد وثلاثين يوم على ذا الشي رحلتنا أو مضى على ذا الشي اللي سوناه كذا يعني Geekbench 5 مش البرو 5 لا الفايف العادي مجان الفترة كان قيمة تقريبين تسعة وتسين سنت ف ما ما يحتاج إن أشرح لكم شي سوي ذا البرنامج كنت استخدم كثير في القناة يعطيك الـ CBO وكم سكور لحق السنجل كور والمالتي كور يعطيك البرنامج حق الـ Frequency حق المعالج حقك وكم رام و المعالج شنه مثل ما نشوف هنا كل شي يعني يعطيك Scale لحق الجهاز حقك وكم قوته مع الأجهزة ثانية اللي موجودة في نفس البرنامج يعني إنك إذا سويت Scale حقك راح ترتفع في الـ DataBase عندهم ويحصونك مغارنة بعدين بجهازك مع الأجهزة اللي موجودة عندهم في الـ DataBase برنامج مجان الفترة توقع كده يكفي 18 برنامج و قاعد أحاول أني ما أطلع لكم برامج اللي عليها خصم بس ما صارت مجانية يعني بعض البرامج فيه مثلا 14 دولار برنامج صار أهل بسبعة بعض البرامج بسبعة دولار صار دولارين ثلاثة دولار أكثر أشخاص ما يحبون اللي بلاش في المستقبل نشوف ما نسوي و أننا جلسين نمشي الآن بس على المجاني هذا البرامج المجانية ففي نهاية الفيديو لا تنسون أنكم تحملون البرامج اللي قلتكم إياها يعني بدأنا هذا البرنامج ما عليك إلا تضغط على Get هنا طبعا راح تحط وجه كل شيء يحمل بعد ما يبدأ تحميل شو يفتر هنا إذا كان تبيت حملة عالية تحمله وتحذفه لكن مثلا انت والله انترنت عندك بطيء وما تبيت حملة كامل فتستنى بس يطلع لك زر ما طلع على طول حمل إذا كان عندك انترنت بطيء يطلع لك الزر اللي يفتر تبيت توقفه حمل واطمه 52 نيجا لكن بعض البرامج الكبيرة وعندك انترنت بطيء 418 ما توقع برضو ذاك أقوى أو أكبر لكن هذا البرامج وعرفت الطريقة انترنت يبدأ يحمل توقفه علشان يكون عندك مجاني بما أن يكون على شكل كلاود بدلا لقيت السلام عليكم